مولانا زي ما قلت احنا بنتعلم من حضرتكم وربنا يزيدك علم يعني على صغر سنك لكن انت صاحب علم عظيم وبنشره في يعني ان احنا بنتعلم من حضرتك فكان ليه سؤال ويعني اعذرني يعني لو صياغته كانت كده بالبلدي دي رقتي حضرتك احنا والعياذ بالله لما حد فينا بيرتكب زنب أو معصية فبنقول عوزوا بالله من الشيطان ده الشيطان هو اللي وزنا على هذا الفعل او ابليس هو اللي وزنا على هذا الفعل دلوقتي احنا ان شاء الله داخلين على شهر فضيل وشهر كريم وبتغلي فيه الشيطان والابالسة والعياذ بالله والعياذ بالله افرد في زنب أو معصية ان شاء الله بسيطة كده حصلت طب حتبقى من مين بقى اذا كانت الشيطان مغلولة طيب بمناسبة تصفيض الشيطان احنا داخلنا على ايام الكريمة المفترجة دات ونسايم رمضان هلت علينا وبشير ودنت علينا كل سنة حضرتك طيب ربنا ربي بلغنا رمضان وهو اراضي عننا غير غضبان يا رب العالمين وان يسلمنا رمضان وان يعنا فيه على الطاعة يا رب العالمين وعلى القيام والذكر والصلاة وكل اعمال البر والخير التي يرضاها منا ويتقبلها منا يا رب العالمين اللهم امين ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه اذا احب من عبده امرا اعانه عليه والله سبحانه وتعالى يحبنا ان نتقرب منه فيعيننا على القرب منه بان يهيئ لنا ايام مثل رمضان فيفعل فيها ما تفضلت وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب هذه تهيئة رباني وصفدت الشياطين ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة الله سبحانه وتعالى يحب قرب العبد منه ويحب المغفرة للانسان ويحب ان يتوب على الانسان فييسر له كل هذه السموة محبة منه سبحانه وبحمد طيب حضرتك تفضلت وقلت موضوع تصفيد الشياطين ازاي انسان بيعمل المعصية والشياطين مصفدة اول حاجة ان تصفيد الشياطين خصوصية لامة النبي صلى الله عليه وسلم اهي صلى الله عليه وسلم لم تذكر قبل ذلك الا مع سيدنا سليمان فقط يعني على مدار الاحداث التاريخية كلها والتقرأي في القرآن وفي السير لم يحدث ان الشياطين صفدت الا في هذين التاريخين فقط الامر الاول صفدت لسيدنا سليمان واخرين مقرنين في الاصفاد الله سبحانه وتعالى قال هذا الامر ولامة الاسلام لها خصوصية في ان يأتي عليها شهر في العام تصفد فيه الشياطين او مرضة الشياطين طب الانسان بيعصي ازاي مدام ده بيحصل لما الانسان يكون عارف اعداؤه هيعرف بقى المعصية والزنب او الضربة هتجيله منيه لكن لما تبقى انت مش عارف اعدائك فيبقى خلاص بقى كله شبه بعضه معك طب ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عدوين ان الشيطان لكم عدو وما اعرفناه هو شو بس قال فاتخذوه عدو ده امر اله ده امر اله فاتخذوه عدو فاتخذوه عدوي طول الوقت انت عارف انه عدو ليك طب بيجي شهر مدام بيصفد انا مش هدخل في خلاف العلماء في ان الشياطين بتصفد بالكلية ولا مرضة الشياطين بس الكبار بس اللي بيصفد ولا ابليس الاب ليهم هو اللي بيصفد واعوانه ما يصفدوش يعني انا مش هدخل في الخلاف ده خلينا في ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين يبقى تأثير هناخد اقل شيء ان تأثير الشياطين على الانسان بيكون ضعيف جد واصلا كايد الشيطان الواحده ضعيف فبيضعف اكثر في رمضان يبقى العدو الاول هو الشيطان العدو التاني النفس العدو التالت هو الايه الهوى العدو الرابع بقى على يعني بعض اقوال بعض العلماء الدنيا نفسها عدو للانسان طيب الشياطين مصفد ايو فضل نفسي معنى كده ان اي ذنب بيبدر مني في هذه الايام هو اصلا بدر من نفسي بدر من نفسي ليه بدر من نفسي عشان نفسي غير قادرة على مقاومة شهوتها لا مش كده خالص بدليل ان الرمضان نفسه اصلا بيعرفت ان انا قادر بقدر اصوم امسك على الطعام والشرب اللي بيشرب سجير ومش قادر يبطلها بييجي ده لو قلت له لو قلت له هو مسافر طيب ما تفطل يقولك لا ما افطرش يتحرج حتى ممكن يكون ما بيصليش بس يصوم صح يبقى ما عنديش مشكلة في القدرة وما المشكلة في المشكلة في الإرادة الإرادة مش القدرة أنا قادر بس ما عنديش إرادة وده اللي بيعمله شهر رمضان انت تدخل شهر رمضان عشان تنمي عندك الإرادة في انك انت تكون تقدر تاخد القرار في انك انت تتبطل ذنب معين او تبطل معصية معين طيب أنا بدخل بقى شهر رمضان عشان أعمل ده طيب وده بيستلزم حاجة مهمة جدا إن أنا مدخلش شهر رمضان فوضوي الفوضى ما بتجيبش نتيجة الطالب الفوضوي عمره ما يجيب مجموعة الست الفوضوية في البيت بتبقى لا تطلع أولاد منظمين ولا حياتها بتبقى مستقيم ولا بيتها منظم الراجل اللي هو ما عندوش نظام ولا بيديه خطة ماشي عليها وسيبقى فوضى كده بتبقى حياته فوضوية فبالتالي الغاية كل ما بتعظم الغاية وبيعظم الهدف كل ما يستحق إن أنا نظم شو في الطالب اللي في سنوين لو هو عايز يدخل كلية من الكليات القمة أو عايز مجموع معين بيضع خطة لأنه هو عنده حاجة عايز يعمل إحنا كده مع ربنا ربنا هيألنا كل السبل للمغفرة والرحمة كل يوم يعتق من النار لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خابة وخسر في حديث سيدنا جبريل الصحابة يسمعوا تأمين النبي صلى الله عليه وسلم أمين 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 ولم يروا ولم يسمعوا داعيا طب ليه التأمين قال إن جبريل أتاني وقال خابة وخسرة من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت أمين قل أمين فقلت أمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال خابة وخسرة من أدرك رمضان فلم يغفر له بين أدركه ولم يغفر له ما فيش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش وصلى وصام وبر أبي ولدي ما قالش حاجة مجرد إدراك شهر الكريم أنت أدركت رمضان أنت أصلا كنت أدركت رمضان لوحده أنت خلاص دخلت في التعرض للرحمات والمغفرة والعدق من النيران يا رب كل يوم طب الأم أن أنت صوب من صام رمضان إيمانا واحد سمن غفر لهما التقدم من ذنب طب ما صومتش له عذر قيام عنده مرض منعه من الصيام بس بيقدر يقيم حتى لو هو قاعد من قام رمضان إيمانا واحد سمن غفر لهما التقدم من ذنب وما تاخذ طب ما أدركتش لتنين دول ما حفظش على قيام الليل وعندي عزر فيه ليلة خير من ألف شهر كل دي رحمات طيب يبقى أنا داخل على هذه البيئة الإيمانية عشان أحسن إرادة نفسي ويبقى لازم يكون عندي خطة بدل ما يبقى حياتي فوضوية وأقرق شوية من الروتين السنوي نحن دلوقتي رمضان بقى بالنسبة لكتير جدا من الناس إلا ما رحمه الله سبحانه وتعالى روتين سواء كان روتين في العبادة أو روتين في المعاملات أو روتين في العلاقات إحنا بكل سنة بيجي رمضان والله بتروح البيت بنفطر وإحنا عاديين مع الأهل بفطر مع بابايا أو مامتي أو بنجمع في اليوم الفلاني في الأسبوع بعد كده بخرج بقعد قدام تلفزون مثلا بتفرج على مسلسلين ثلاثة ولا بقرأ الجزء بتاعها من القرآن بعد الفجر فخلاص يومي كده خلص ده روتيني الروتيني الفارغ اللي ما منوش واحد عايز جنة ده عرضها السماءة والأرض طيب ماتي حضرتك نشوف تقرير دلوقتي وتقول لنا هل هذا الأفعال أو هذه الطعاط اللي هنشوفها هتخلينا ويا رب نبقى في روتين دائم مع هذه الطعاط لأنها الطعاط يعني محببة لله ورسول الطعاط بقى عبادة بقى مش روتين روتين بيفقدها نعمة الاستلزاز بالطعاط مع حضرتك اشتركوا في القناة